اشتركوا في القناة 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 وطرف لا خلف الشغل هيك بين الغرزة الأخيرة اللي اشتغلناي والغرزة الأولى اللي رح نشتغله هلا عندي الدور رقم 2 والدور رقم 3 والدور رقم 4 وخمسة رح يكونوا أدوار سبات يعني عنا أربع أدوار رح يكونوا سابتين أربع أدوار السبات هدول كل دور منهم رح يكون عندي 12 غرزة يعني كل دور منهم رح يخلص معي بـ 12 غرزة فينا نعدهم ونحنا عم نشتغل فوق كل غرزة رح يكون عندي غرزة بدون تزايد 1 2 3 4 5 6 7 معلش عندي كمان ملاحظة ونحنا عم نشتغل والشغل رح يقلب معنا هيك تمام؟ فنحنا بدنا نقلبه لهذا الطرف هيك تمام؟ منخلي محل ما عم نشتغل السنارة لطرفنا نحنا والشغل كمالة الشغل رح يكون للخارج 7 8 9 10 11 12 خلصنا هاي اول دور يلي هو رقم اثنين من اول دور من ادوار السبات هلا بالنسبة للماركر عنا فنحنا ما كان عنا طرف لهاي جهة وطرف لجهتنا الامام فنحنا ناخد الطرف في جهتنا الامام ونقلبه هيك هاي الخيط اللي عم نشتغل فيه وهي السنارة هاي خيط السنارة رح نخلي هاد الخيط بالمنتصف هاي بين الخيط اللي عم نشتغل فيه وخيط السنارة تمام؟ الغرزي يلي بعده بالدور اول غرزي بالدور الثالث هون وكمان رح نكفي هاد الدور ثابت فوق الغرزي غرزي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداش اثنانش هاي خلصت معنا الدور الثالث وصلنا لعند الماركر اذا لاحظتوا بالماركر صار اثنين للخلف فنحنا اللي قلبناها بالبداية قلبناها بالدور الاول رح نقلبها لقدام هيك تمام؟ هاي الطريقة ونكمل هلا الدور رقم اربعة كمان هو دور عنا سابت وبقي عنا كمان دور خمسة يعني هذا الرابع واللي بعده الخامسة دار رح يكونوا دورين سابت رح اعملون انا ورا الكاميرا وارجع لكم قلصنا هلا الدور رقم خمسة رح نبدأ هلا بالدور رقم ستي رح نقلب الماركر عنا طبعا فينا هاد الماركر نطالعه من هون حتى ما كل مرة خربت فيه بالاساسي يعني هلا رح نقلب الماركر هايك لقدام وراح نشتغل غرزة بوف طبعا غرزة البوف رح تكون على الطرف تماما لهيك نحنا عنا غرزة هون وغرزة على الطرف فاول غرزة انا رح اشتغل غرزة عادية حسب كيف انتو طلعت عندكم مهم انو نشتغلها على الطرف تمام هاي اول غرزة غرزة وبعدين نحن نشتغل غرزة البوف مقابل هاد السطر منهم غرزة البوف رح تكون رح ناخد خيط على السنارة بهي الطريقة وبعدين رح ناخد خيط من جوا رح نرفعها شوي هيك حتى تعطينا سماك مرة ثاني نرتفع مرة ثالثة رح نمسك هدول من شا ما يفكوا مرة رابعة مرة خامسة حيك هلا رح نسحبهم كل النوم هيدا الشكل تمام رح سبتها بغرزة وهلا ما نكفي بقي عنا 11 غرزة عملنا غرزة بقى عنا عشرة غرزة عملنا غرزة هون والغرزة الثاني كانت بف والباقي عشرة غرزة 1 1 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 هي عشرة هيا عملنا هون هذا الدور انتهى عندي ب 12 غرزة لانه بقيت لاندي الغرزة مثل ما هي رح نقبل الرب الماركر ورح نشتغل دور ثابت 12 غرزة فوق كل غرزة رح يكون عندي غرزة وحدة رح اعمل وارجع لكم الدور رقم 8 رح يكون عندي فيه تناقصات رح نعمل الماركر حتى نحنا منضيع البداية والنهاية ورح نعمل 4 حشو تناقص تكرار مرتين يعني رح نعمل 4 حشو تناقص مرة بعدين 4 حشو تناقص مرتين هاي اول غرزة منه 1 1 2 3 4 حشو تناقص رح يكون عندي تناقص مخفي رح ناخد اللوب الامامي من اول غرزة واللوب الامامي من تاني غرزة ورح نعمل غرزة الحشو هاي اول تكرار تاني تكرار 1 1 2 3 4 واخر غرزين رح يكونوا تناقص اللوب الامامي من اول غرزة اللوب الامامي من تاني غرزة ورح نعمل غرزة الحشو نحنا هيك اخذنا غرزتين نقصنا غرزتين فصار عندي الدور 10 غرزة هلا نحنا عنا 10 غرزة هادور العشرة غرزة رح نشتغل عليهم ادوار سبات من الدور رقم 9 هلا الدور رقم 9 للدور رقم 28 رح يكون عندي 20 دور سبات 20 دور سبات كل دور منهم رح يخلص معي ب10 غرزة كل دور رح حاول انا لو با الماركر بهاي الطريقة واشتغل نعد 10 غرزة ليخلص عندي الدور لو بصل لعند الماركر بقلب الماركر وبكفي بالدور يلي بعده رح اعملوا نورة الكاميرا وارجع لكم خلصت انا العشرين دور سبات هلا بقي عنا خطوة وحدة لحطا ننهي الدور عنا هلا بالتوصيل اليدين رح يكون عندي ايد يمين ويد الشمال بدنا نحط هدول الغرزة الباف يلي هو مسابة الاصبع الكبير لجهتنا احنا والنهاية هون تمام رح تكون رح يكون مقابل بعض تمام انا هاد الدور زوادت عليه لحتى صار هون وهون شوفوا هلا عندي اليد هيك فانا ما صارت بنص تماما فانا رح شيل غرزة تمام واحدة هذا الشكل لانا نحنا رح نوصل بثلاث غرز واحد اتنين ثلاثة والغرزة هاي رح تكون بالمنتصر غرزة هاي رح تكون بالمنتصف رح اصل الخيط بالنسبة لليد الثانية فممكن انتو تزودوا هون تقريبا رح نزود اذا نحنا انتهينا هون نقصنا غرزة كانت عندي هون رح نزود واحد اتنين ثلاثة تقريبا اربعة غرزة رح نزود من ايد اربعة غرزة وننقص من ايد غرزة واحدة مننقص من ايد غرزة واحدة ومن ايد منزود اربعة غرزة تمام وهيك صاروا مقابل بعض هايك بمثابة اليد اليمين والايد اليسار بالنسبة للماركر فشوفوا هايك نحنا ماركر الخيط عنا لو انه لو ضيعنا مثلا غرزة او فك معنا الغرزة او الدور اللي عم نشتغل فيه فهو رح يوقف عند غرزة الماركر وفينا نسحبه بطريقة كتير سهلة هيك هايك نحنا بنكون سحبنا الماركر وهيك اليدين عنا خلصنا هلأ من جزء اليدين وان شاء الله الجزء القادم رح يكون القدمين وهيك نكون وصلنا على نهاية الفيديو بتمنى يكون الشرح واضح وبسيط عليكم لو عندكم اي سؤال فيكم تكتبوا لي اياه بالتعليقات وان شاء الله انا بجاوب عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة